السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث طلاب أكاديمية زيني احنا درس اليوم في التربية الإسلامية أداب اللعب كلنا نعلم أن الإسلام أباح لنا اللعب لما له من فوائد للجسم وقد أوصلنا الرسول والسلام في اللعب فقال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل لأن كل هذه الألعاب تقوي الجسد وتنشطه أيضا يجب الابتعاد الألعاب الخطرة فقط نلعب ألعاب التي تفيد أجسادنا وتفرغ طاقتنا في شيء إيجابي والآن يوجد للعب أداب يجب مراعاتها أولا عدم إزعاج الآخرين ثانيا اختيار الوقت المناسب فلننشغل عن ضاعة الله أو عن أداء الواجبات يجب عندما نلعب ونسمع الأذان نقف اللعبة ونذهب لأداء الصلاة ثم نرجع ونكمل اللعب أيضا عندما يكون حل الواجبات ودراسة يجب الانتهاء من الدراسة وبعدها نرجع نكمل اللعب اختيار المكان المناسب فلا نلعب في الشارع نلعب في ساحات آمنة حتى لا نصاب في حوادث اختيار الصحبة الصالحة أي الأصدقاء الذين نلعب معهم يجب أن تكون ألفاظهم جيدة ولا يغشون وأن نلعب معنا والأصدقاء دون عنف أو أذى النشاط اكتب مع مجموعة أدبين آخرين نرعيها عند اللعب أولا أحترم دوري عند اللعب ثانيا لا أغش وأنا ألعب في المكان في عدم اللعب في الأماكن الآمنة وليس في الأماكن الخطرة هنا نتأمل الصورة وأجب عنها ونعبر عنها شفويا هنا عدم اللعب بين السيارات حتى لا نصاب بأذى أو أحادث الأسئلة أختار الصحبة هنا يجب أن نضعها في الفراغ الوقت الواجبات الصالحة أختار الصحبة اللي هي الصالحة ألعب في الوقت المناسب لا أنشغل في اللعب عن آداء الواجبات المدنسية هنا نضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام السلوك الخاطئ رمي يلي أولا يلعب أحمد وزيد كرة القدم في الشارع خطأ تلعب عليها ألعاب حاسوبية مفيدة في وقت فراغها صحيح يصرخ سامر في وجه أصدقائه في أثناء اللعب خطأ يستأذن خالد ووالديه عندما يرغب في اللعب صح استمر عليهم باللعب حتى فتصلات العصر خطأ الإجابة خاطئة ترجمة نانسي قنقر